اهلا فيكم. ورج العقرب في قناتي. رح تشوف توقعاتك العاطفين. طبعا طاقات انقراءة مفتوحة يعني انقراءة ممكن تنطبق عليك اكثر من اسبوعين. من اسبوعين الى يعني ممكن شهر. يختلف من شخص الى اخر. وايضا انقراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في رسالة بالفيديو او بالقراءة ممكن تستفيد منها. فخد الاشي الايجابي من القراءة او الاشي اللي يحسه وينطبق عليك. وترك الاشي اه التاني لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر. اوكي. رح نشوف اه بيئة القراءة رح نشوف طاقتك. طاقتك الحالية. هو طاقة الحبيب او الشريكة الحالية. وايضا شو سبب المشاتل او شو سبب الخلافات اللي انا تواجهوها حاليا. وهي الخلافات اللي انا تواجهوها حاليا. وايضا خطواتك وخطوات الحبيب في المستقبل. وشو ممكن يصير بينك وبين هالشخص في المستقبل. طيب نبلش اول اشي بيطاقتك انت يا برج العقرب. اه همشوف برج العقرب بالفترة الحالية او الفترة البسيطة القادمة. في عندك مشروع او فكرة كريتب او فيها نوع من من الابداع بدك تشتغل عليها. لانه في عندك مواهب ممكن تكون مخفية او ممكن تكون انت على علم فيها ولكن في عندك في عندك شكون ممكن لانه انت ما تكون كفاية او رمشوفك عم تخبي الموهبة اللي عندك. ولكن رح تكتشف انه اذا اطلقتها لانه هلكت ففي عندك اشياء انت ممكن تقدم هذا المجتمع او تقدمها لأي شخص آخر. هي عندك قوة انك انك تستخدم الموهبة اللي عندك حتى تكون ذات فائدة للاشخاص الاخرى او للمجتمع او حتى اذا كانت الى شخص واحد في حياتك. ولكن الفكرة هون انه ما تخبي بعض المواهب اللي ممكن تكون عندك تختلف من شخص الى اخر ممكن تكون كاتب ممكن تكون مغني ممكن تكون يعني اي اشي اي موهبة عندك بدك تشتغل عليها وما تخاف انك تعرضها على اشخاص معينة لانه عنشوفي بعض منكم هم يخبي نوع هم يخبي اشياء هم يخبي مشاعرك ممكن. من ناحية الحب هم اشوفك ايضا متكتم او كتوم تجاه الشخص الاخر. عم شوفك مستني الى خبر او تواصل من هالشخص ومرات مرات الطابع السيء او الجانب السيء او الجانب المدرم ممكن يغلب على اتخاذك للقرارة او يغلب على استنتاجاتك. لانه عندك عندك the devil card home. عندك five of swords. يعني انه ما بين الميزان عندك غير متوازن. مرات تحكم على الامور من منظور سلبي شوية. وممكن هالاشي تخليك تقوم بقرارات قاسية او بقرارات تفرض فيها قوتك على اشخاص او او على شخص معين. عم شوفك ايضا مستني الى خبر معين من شخص او ممكن تكون مستني الى فرصة مادية. او مستني رسالة معينة من شخص معين. بالنسبة لطاقة الحبيب حاليا او طاقة الشريك حاليا. عم شوف ففي عندكم تشابه بانه هالكرت هو نفس هالكرت. ففي عندكم تشابه بالطاقات بالناحية انه انت وهو هالشخص بتحسوا بحسوا كأنك تغربت عن هالشخص. او كأنه ما في عندك قوة او ما في عندك ارادة حتى تغير الوضع اللي عم بيصير بينك وبين الشخص. عم شوف حبيبك هي عنده طاقة مشابهة للك من هالناحية. وعم عم يدري عم شونكو عم يدري كتير عم يطلب المساعدة الهية او المساعدة ربانية من اجل انه يشوفوا الامور بطريقة صحيحة لانه هالشخص مشوش حاليا. مشوش حاليا عم يحس انه هو مربط او عم يحس انه هو مقيد. ممكن يكون مقيد من ناحية انه في عنده اشي بتو يحكيها لالك ولكن عم يحس انه في اشي دائما يوقف في طريق هالشخص. ايضا عم شوفه عم يمر بتغيرات كتير سريعة هالشخص. او تقلبات مزاجية ممكن. او حتى تقلبات في احداث حياته حاليا. انه في عنده تغيرات مستدينة وتغيرات سريعة. ممكن هالشخص ايضا عنده نية او بده الوضع بينك وبين هالشخص بده يتغير. ممكن يكون هو بحاجة او عم يطلب الى نوع من التغيير. بالنسبة للمشاكل او بعض المشاكل اللي ممكن تكونها متواجهكم حاليا بالتواصل بينكم بين هالشخص او بالكونكشن. امشوف. امشوف في طرف. في طرف منكم. في عنده طرف اخر او شخص اخر بحياته. في التأكيد. لانه او وراق التوضيح هم تبيندي انه انت او هو هم تتعامل معه عدة اشخاص. طبعا هم تتعاملهم مع شخص اخر. وايضا ايه نوع اه همشوف الطرف الثالث في العلاقة هاي. مش كتير عنده فكرة عن الشخص الاخر. بمعنى انه اذا حبيبك هو اللي عنده طرف ثالث. انت والطرف الثالث. ما بتعرفوا بعض. او ما في بينكم اي تواصل. شخص غريب. والعكس صحيح. اذا انت اللي عندك الطرف الثالث. الشخص اللي عم تتعامل معه. الطرف الثالث ما بيعرفوا بعض. او ما كي عندهم فكرة عن بعض. لانه هالشخص عمشوف انه فيه. ولكن الطرف اللي عم تتعامل معه بيعرف انه في عندك طرف اخر. ممكن يكون مش عم يعرف انه هالشخص مين هو. ولكن يعرف انه هالشخص عمشوف انه فيه غيرة. اه كتير كبيرة بالتواصل بينكم. لانه فيه طرف منكم كتير. اه. او كتير. متحدث لبق. او. او فيه بينكم. اكتير غزل. ولكن الطبيعة هاي او الاشروب هاي. فيه طرف منكم بيستخدمهم. مع هالشخص اللي بالعلاقة. ومع الاشخاص الاخرى يعني. هنشوف اه. ايضا. فيه طرف عم يخبي مشاعره. لانه عم يحس انه ما في عندهم فدرة او الشجاعة انه. اه. يعترف او. سوري حبايبي اصحاب برج العقرب. اه. الكاميرا قطع ثمانية. بني نكمل. الشخص فيه طرف في هالعلاقة في عنده صعوبة بالتعبير عنده شاعره تجاه الشخص الاخر. بمعنى انه اه. اذا فيه طرف بيحس انه فيه شخص اخر. هنشوف فيه سرية بالموضوع. ما هنشوف فيه مسارحة بالموضوع. هنشوف ايضا فيه طرف اه. فيه طرف منكم. او ممكن. نيناتكم عم تحسوا انكم عالقين فيه مفترق طريق. او فيه عندكم اكتر من اختيار او بدكم تختاروا منه. عم تحسوا انه العلاقة بينكم مع بعض. عم ينحط فيها مجهود. ولكن مش عميهود بالنتيجة المطلوبة. المنتيجة اللي بتقومي لها. طيب شوف توقعاتك فيه او خطواتك فيه المستقبل. برج العقرب عم شوفك بالمستقبل رح تمر بتقلوبات او تغيرات او رح تنتهي من من علاقات قديمة او منطاقات قديمة عم شوفك عم بتسكر ابواب قديمة من اجل انك تفتح ابواب جديدة في طريقك. فيه عندك او فيه عندك علاقة جديدة رح تكون فيها او فيه عندك فرصة جديدة لعلاقة جديدة. мной عم شوفك انو انت من الناحية العاطفية رح تكون قد تتح ليلها كثير. عم شوفك او او عم تروح. فيه طريق فيه شخص. فيه شخص معين بدك تتروح ليله عم شوف. بدك تت personnel ومن الناحية العاطفية بتحس بمشاعر قوية تجاه الشخص. ولكن في نوع منسترية بالموضوع. او الطرق اللي رح تتقدم فيها لهالشخص رح يكون فيها نوع منسترية رح يكون طرق غير مباشرة. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل. عم يحس انه مضلوم. عم يحس انه مضلوم. عم يحس انه يفاعي او يحتاج انه يدافع من حاله هالشخص. عم يحس انه مهاجم من قبلك او من قبل هالغلاقة. عم يحس انه انضلم ايضا بهاالغلاقة. عم ايضا من الناحية العاطفية بان مستقبل هالشخص عم يسرح بهالعلاقة او عم يفكر فيك كتير هون. عم يفكر بهالعلاقة كتير ايضا. ولكن لسبب ما هالشخص عالق في افكاره الداخلية. ومخاوفه الداخلية. اللي صعب عليك انه انت تعالجها مع هالشخص. يعني اغلب المخاوف اللي عم يمر فيها بسبب مخاوف داخلية هالشخص. فبالمستقبل ممكن يكون هالشخص معك منغلق او دفاعي باسلوبه او دائما بيحس انه بيحتاج انه يدافع عن حاله بهاالعلاقة. بالنسبة للطاقة بينكم المشترفة في المستقبل. امشوك فيه تكميلة بينكم من نوع ما. ممكن الشخص اللي عم تبعاغل معه بيكون علاقتكم علاقة كارميكية او علاقة بتحتاج انه انت تتعلم منها دروس وايضا الشخص الاخر يتعلم منها دروس. لانه عم شوف تانور سولز تكميلة معينة. فعنده دويل وعنده تون سايكل. ففي تكميلة معينة رح يتصير بينك وبين هالشخص. او ممكن رح يتسكر وفصل من اجل بتيبدأ وفصل الجديد او ممكن من بعض منكم رح يسكر وفصل مع هالشخص بالمرة. لانه في ترفون بالمستقبل رح ينحط بموقف او بمطلح انه لود من انه يختار بين شخصين او بين طرفين. لانه في طرف بالتأكيد في علاقتكم عنده شخص اخر. وهذا هو اللي عم يسبب فراغ بينك وبين هالشخص. بعد او فجوة بينك وبين هالشخص. هم تشوفوا لكن هم تركزوا انتا وهالشخص اغلب تركيزكم هو عن اه الشفاء الداخلي او انتو هو هم تبحثوا على الشفاء الداخلي وايضا هم تبحثوا على علاقة تكون متكاملة. مش فقط عاطفية ولكن ولكن تكون اه عملية او تكون عقلانية او تكون منطقية. مش فقط اه مشاعر. هم شوف اغلب اغلبيتكم هون. هم يبحث عن اشي ثابت. ومستضيم. اشي مستقر. مش عم يبحث عن فقط يعني علاقة تكون اه من اللحية العقلية فقط. ولكن هم شوف اغلبيتكم بده اشي من موس. لابن نشوف الرسائل اللي ممكن هالشخص بده يحكيها لالك ولكن. اه في عمد السرورة انه يحكيها لالك. طيب نشوف هالشخص شو بده يحكيه لالك. اول رسالة هالشخص يحكيه لالك. فهالشخص عالق بامات او بتصرفات قديمة بحياته. بيحل الامور بطريقة معينة. ما بيعرف خير يحل الامور بها الطريقة. ممكن ايضا اذا انت عم تتعامل مع شخص بطبيعة الحال حوله اشخاص كتير او بيحب الى التوجيه هالشخص. The player lifestyle is not for me. فللبعض منكم هالشخص ممكن يكون اه مش من الاشخاص اللي هم لعبين او بحوله اشخاص اخرى او بيحب انه يكون حول اشخاص اخرى. ولكن ممكن اه هي كرتين مع بعض ممكن انه السلوبه وتصرفه معك بيئة العلاقة هو اه يعني اللي بيحكمه. يعني عم شوف في عنده صعوبة بانه يكون مرن اكتجاه هالعلاقة او متفاهم اكثر. I'm watching you in real life or social media. فهالشخص اذا في بينكم social media مشتركة عم يراقبط فيها او حتى بالحياة الطبيلية او الحياة العملية هالشخص ايضا عم يراقبط عن ثابق اخبارك. You need to get rid of yourself health, jealousy and insecurity. فهالشخص بيحس انه انه انت بتغار كتير في علاقتهم ويحكيلك انه بدو يا بتتخلص من مخاوفك الداخلية او الغيرة ايضا اللي ممكن بتحس بيه. You're not seeing me clearly فهالشخص بيحكيلك انت مش عم تشوفه بوضوح. مش عم تشوفه بوضوح. فاذا خطينا رسائل مع بعض حتى نفهم الصورة الكامل بشو هالشخص انتو يحكيلك. راح نشوف انه في بعض التصرفات اللي هالشخص عم يقوم فيها ما بتعجبك وبيتشككك في انه حوله اشخاص اخرى او شخص لعبيد. الخير الثاني بيحكيلك انه هو مش لعبيد. ولكن مخاوفك الداخلية والغيرة اللي انت عم تحس بيها عم تخليك تشوفه بهالمنظور. انه عندك You are not seeing me clearly. انت مش عم تشوفه الوضع على حقيقته. وهو مثل ما هو بالفعل عليك. وايضا هالشخص اه لبعض منكم لسه عم يراقبك على السوشال ميديا. فاذا انت عم تراقبه. هالشخص ايضا هو عم يراقبك. بدنا نشوف اخر قوة للنصيحة اللي ممكن تستخدمينها لها التواصل مع هالشخص. طيب. في رضا عاطفي للبعض منكم رح يتحقق في الفترة القادمة. لانه في عندك ورقة الرضا النفس. ففي عندكم بيئة المستقبل اشياء من الناحية العاطفية. رح يعبي الفراغ اللي ممكن عم تحس فيه حاليا بحياتك. اذا في اشي رح ينتهي بحياتك بيئة المستقبل. عم تشوف انه هو رح يولد لك النجاح ورح تحس في انه انت اتحررت من اشي معين. اتحررت من طاقة معينة. وفي للبعض منكم رح ينفتح باب جديد وكرسى جديدة. ولكن بدك بدك تستمتع او بدك تشكر انه انه الاشي اللي تركتها بالماضي ما فيها اي خسارة. وبالاخر انت مش خسارة. فقط انت يعني رح تكسب اكتر واكتر من مستقبل. ايضا في عندك فا اذا البعض منكم عم يحاول انه نلاقي اي تعريف من اي شخص او اي نجاح في اي علاقة مع اي شخص عمشوف انه اذا انت بدك شخص ايضا ينتبه عليك او على تصرفاتك عمشوف انه هل تحكي لك الخطط اللي بتشتغل عليها او الاشي اللي كنت بتشتغل عليها في الماضي او حاليا رح تعود عليك بنتيجة ايجابية. فقط عليك انه انت تفتح قلبك وتعبر عن مشاعرك في صدق. مع الاشخاص اللي خواليك والاشخاص اللي اه بتوفق بيهم. وخليك ايضا منفتح الى اشياء فرص غير متوقعة. اشخاص غير متوقعين. يعني لا تحصر حالك في اه بوكس او مخطط معين. اوكي حبايا ببرجة العقرب. اهو اتمنى القراءة تكون فاديتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تفضلي لايك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.